خلينا اتكلم عن الكواليس بقى للجمهور بيعايز يعرف يعني احنا اتكلمنا عن تجربتك الشخصية بس خلينا اتكلم عن الكواليس وبداية بموراة الزمالك الزمالك كان طبعا عندنا ظروف مكتش يعني ما كناش في احسن وضع عندنا اصابات لعيبة راجعة من المنتخب عندهم مشاكل زي عمر طارق لعيبة بره خالص زي عمر عزب ربنا يشفيه سيف راجع عنده مشاكل عبدالله ناصر مروان مروان سرحال مازال بتعالج ولسه مش جاهز والجمال بالزبط يعني طب قولي يعني انتو انتو حسيتوا في لحظة ان احنا لا احنا اقل احنا في مشكلة ممكن مباراة ما تمشيش ده ما احنا عايزين هو احنا حسنها بالسنة دي برضو موضوعا يعني احنا كلنا دلوقتي بقينا احنا في مرجب واحد مين بره مين جوه حد ناقص مش حد ناقص احنا بنحاول كلنا نكمل بعض ودي اكتر حاجة كويسة وحسنها كلنا يعني حتى كابتر نوجستي بصراحة هو كمان عليه دور كبير قوي في الموضوع ده هو دايما بتكلم ان احنا تيم واحد ان شاء الله اللي موجود هو اللي يسد وهو اللي هيقدي الدور اللي عليه لو كل واحد عمل الدور بتاعه هنكسب مهما كان الصعوبات اللي موجودة في لعيبة مش موجودة في نقص في مركز معين اللي موجود هو اللي يسد وحتى في التمرين يعني هو لو فيه مثلا موزيشن مش موجود وفيه لعب تاني ممكن ان هو هيلعب في المطش في الموزيشن ده بيبدأوا من التمرين من قبل المطش في 3 اربعة ايام مثلا باللعيب ده بيتمرن في الموزيشن ده عشان هو بحاجة جديدة عليه بس فيها منظومة كاملة يعني كلنا متعودين عليها ان في الاول وفي الاخر انت هدفك واحد ما لكش دعوه بقى بتون اي ضغطات تانية ويمكن تأكيد لكلامكو يعني يعني كابتر نحمود الخطيب في التهنية اشهد بحاجة حلوة جيب دي الروح اللي بتجيب البطلات يعني فدي احلى حاجة مبسوطين بيها السنة دي يعني الحقيقة صحيح صراحة ده انا دفع جامده لبقى انتوا احسن جيل موجود حاليا يعني رب نكون ادي الكلمة دي يعني بس ان شاء الله صحيح انتوا جيل ما شاء الله وعندوكو يعني خبرات مختلفة يعني مش بس كالتب خلينا نتكلم عن مثلا ناخد مبارات الزمالك يا بالناصر مبارات الزمالك انتوا شايفين يعني مفاتح لها بالنادي الزمالك يعني كان مستر اجوستي بيلكم اقعد دفاع مثلا نتكلم عن الدفاع اللي هو الاهم اللي بخلينا نوصل ناخد بطولة والله طبعا الزمالك فرقة محترمة وفرقة كبيرة ومعام محترف يعني على مستوى عليه بس هو يمكن مبارات اهل زمالك خاصة بيبقى لها بعيد انها ماتش كاس لها ترتيبات خاصة حتى عند الجماهير وكده بيبقى لها ضغط نفسي على العيبة كمان ان هو ماتش اهل زمالك فاحنا محتاجين ان احنا برضو نقدي على مستوى يليء باسم النادي الاهلي يعني طبعا الديفنس هو انت عارف يعني كابتن ايسام الديفنس في الباسكت هو رقم واحد هو اللي يكسب بطولة يعني مكسبش ماتش فكابتن او جاستي كان من دينا تعليمات محددة ان احنا هنعملها في الماتش ده خاصة على المحترف بتاعهم سوسا واحسن نشوف مين اللي فاقه في الجيم ممكن ان احنا نحجمه شوية وشايف ان ده نجح جدا بصراحة يعني الحمد لله ربنا وفانا ان احنا طبعا انت ابو ناصي دايما مستر جوشتي بيأثق فيك في ناحية دفاعية ودايما بيلقى عليك عاطق شديد في مرأبة الاجاني والموضوع ده بيحط عليك مجهود كبير جدا انت سعيد بالدور ده انا سعيد اكتر ان انا بقامل حاجة بتفيد الفرق يعني دي بصراحة حاجة تبسطني جدا ان انا في الاول وفي الاخل ما بطلع من ماتش حتى يمكن انا لو مش موفق شوية بس ببالية دور عملته وساعد ان انا كسبت الفرق وحتى بشوف ده الصراحة الناس كتير قوي بتبعتلي حتى لو من جماهير دي حاجة بتبسطني جدا جدا يعني ان هما شايفين مجهودي في الملعب من كل الجوانب مش مجرد ان انت اتجاه واحد يعني اتجاه واحد يعني اتجاه واحد بالزبط يعني اه بالزبط فياريت انا اكون ادي الثقة دية وياريت ان انا قادر اكون اديت المهمة دي بنجاح ان انا ساعدت الفرق يعني بس طبعا بالنسبة ليه انا في الملعب انت عارف الاجانب وحتى الاجانب اللي بيجو مصر بيبقوا على مستوى عالي بالزبط دلوقتي بيبقوا على مستوى عالي يعني حتى محترف الاتحاد كوريا يعني هم هدف كاس العالم في 2018 يعني حاجة فبيبقى الديفنس عليهم طبعا صراحة بيبقى حاجة صعبة بس كوتش او جاستي برضو بالصراحة بيبقى يعني بيسهل الامور شوية يعني انا بيبقى فيه دافع علي ان انا عزله شوية او ضغط عليه بزيادة شوية عن باقي اللعيبة بس بالشغل اللي احنا بناخده يعني بيبقى بيسهل عليه الموضوع شوية يعني انت مش فارق معاك الدور اللي بتاخده ايه ولكن انت شايف دورك اللي انا باخده هقديه طالما بيفيد الفرقة بصار في النظر عن الدور ده يعني ايه هو بس انا شايف طالما بيفيد الفرقة انا اسعد واحد بالضبط أنا تقول عمري يا عمري ما فكرت في موضوع الاسكور طبعاً يعني هو حاجة مهمة باش قصدي بس أنا قصدي يعني أنا مفكرش في نفسي على قد مفكر مش الهدف الرئيس الهدف الرئيس الهدف أننا نكسب بالضبط إن شاء الله لو هساعد بأي حاجة لو هساعده أنا عاد بره وبسقف وهكسب فأنا موصود بهذا الدور يعني مرحبا عليك